السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبابي في درس جديد من دروس قناة مصدق رسم كيف ما كتشوفو خلفية بيضاء غنهيء عليها يعني تأطير لرسم وردة للمبتدئين بسم الله ابدأ وعلى بركة الله برسم دائرة شبه مو مواجه كيف ما كتشوفو يعني مشي خطوط دقيقة ثم ابدأو برسم شكل بيضاويل تحت يعني الشكل العام على شكل قلة او فاز كيف ما كتشوفو ثم ابدأو في رسم اوراق الوردة برسم الورقة الاولى ولاحظو النقطة التي انطالق منها لاحظو النقطة التي انطالق منها بالضبط بخط مو موج من الفوق الى وسط الشكل البيضاوي ثم انطلع بخط مائل وهكذا افعلو في الجهة الاخرى كيف ما كتشوفو يعني بنفس الطريقة كنحاول نخدم شكل يعني نصف دائري ثم خط مائل الى الاقصى لكي اصنع ورقة ولاحظو الاتجاه دين الورقتين يعني كتميل الجانب الايمن والجانب الايصر كيف ما كتشوفو ثم ابدأو رسم الورقة الاخرى وانطلاقا من الورقة الاولى على اليمين كن نرسم الورقة الاخرى ودائما لاحظو النقط اللي كنطالق منهم مباشرة والنقط اللي كنتهي فيهم بالضبط ثم نصف دائرة نصف دائرة الاخرى باش نحضب واحد تداخل في الاوراق داخل الورقة كيف ما كتشوفو رسم شكل قلب يعني كتعنيني ورقة اخرى ثم الورقة الاخرى بالشكل الدائري ورقة اخرى كما ترون ثم ممكن ارسم عدة اوراق بنفس الطريقة الى ما لا نهاية ولكن اقتصر على هذا الشكل لانه هنا كتنتهي عندي العملية دي الارسم الورقة في التعطير كيف ما كتشوفو ثم كنزل بي جوج خطوط متوازية وكنسدهم من التحت بخط متكعب وكنعطي متلاتات على شكل اشواك دي الورقة وكنطلق من نقطة الى نقطة اخرى لكي ارسم ورقة هنا الصباغ التي هيئت للرسم اللون الاحمر واللون البني واللون الابيض هيئتها لكي ابدأ طلاء الوردة تابعوا معي اللون البني سنعمق به الجهة الفوق لان هناك ظلمة يعني نبدأ باللون الغامق او اللون العمق كما ترون باللون البني ثم افتحوا اللون البني باللون الاحمر يعني كندير خليط من اللون البني والاحمر الفوق كيعطيني تدرج كيف ما كتشوفو هنا كنصنع تدرج لوني باللون الاحمر ثم كنجيب اللون الابيض وكندمجو مع اللون الاحمر بطريقة يعني متدرجة كيف مدرت في المرحلة الاولى اللون الاحمر الى منتهى الخط ثم كننزل باللون الابيض من الفوق لاحظوا العملية اللي غادي ندير في هذا يعني في هذا الجزء غادي نحاول ما امكن ننتهي بهالمنظر عام كامل بهالطريقة يعني اللون الاحمر ادرجوه الى الابيض بطريقة سهلة وسليسة ولكن دائما كنحافظ على الصباغة بدون ما تنشف لان الاكريليك كتنشف بسرعة لذلك هالطريقة غادي نصح احبابي باش يتبعوها لانها غادي تعطيهم نتيجة هائلة بالتدرج لانها كان طليق لطلق الاحمر على الجانب الايمن ثم نوضع اللون الابيض للجانب الايسر ليعطيني هنا تدرج لانها اللون الابيض نحاول ما امكن نعطي اللون الابيض في الجانب الايسر وندرجوه مع اللون أو ندمجه مع اللون الأحمر كيف ما كنتشوفه لاحظوا اللون الأبيض دائما وكندعم اللون يعني أضيف اللون ليعطيني اللون الورضي هنا يتدرج مع اللون الأحمر بنفس الطريقة الجزء الآخر كذلك كنحاول ما أمكن نعطي اللون الأحمر ثم أدفع به نحو اليسار وكنجيب اللون الأبيض وكندمجه مع اللون الأحمر كما سترون ونفس الطريقة سنخدم به العمل ككل لاحظوا اللون الأبيض من بعد ندمجه مع اللون الأحمر يعطيني تدرج جميل وهكذا حتى أنتهي نفس الطريقة سنستعملها في جميع الأوراق إلا لاحظتم رأيها طريقة سهلة وجبتها خصيصا لأحبابي المبتدئين لأنها سهل عليهم الطريقة الرسمة لاحظوا اللون الأحمر فين كنوضع اللون الأحمر والجزء اللي كنوضع فيه اللون الأحمر يعني ما كنعممش به المنطقة اللي كنا نطلبها الطلاق ديالي ثم من بعد كنضيف اللون الأحمر بطريقة سهلة وسهلسة ودائما كنخلي وحد الكمية من اللون الأحمر في الفرشات بيش تدمج ليه مع اللون الأبيض وتعطيني التدرج لاحظوا بشكل خفيف دائما بالنفس الطريقة تباعا سنمشي على الوردة في أجزاءها كلها وبخطوة بخطوة حتى أنتهي نفس الطريقة في الورقة الأخرى لاحظوا اللون الأحمر على الجانب الأيسر ثم كندفع باللون الأبيض وكندمجه مع اللون الأحمر كيعطي تدرج جميل وخفيف وأكرر بأنني كنستعمل هذه العملية وكندير هذه العملية والصباغة يعني لم تزل يعني لم تنشف بعد لأن الأكريليك كيف ما قلت كتنشف بطريقة سريعة ولا إلا استعملت الصباغة الزيتية ممكن يعني كتستعملها بأرياحية لأن الصباغة الزيتية المقتضاية لم يسبح لصباغة الأكريليك أو صباغة الكواتشو لذلك هذه العملية ديال السرعة يعني خلص نستعملها في صباغة الأكريليك قبل ما تنشف باش الرتاح في الخدمة ديالي وتكون يعني ديك السرعة تعطي نتيجة في العمل لاحظوا دائما كنتبع اللون الأحمر باللون الأبيض باش تبقى ديك الليونة ديال الصباغة مساعداني في الإدماج كيف ما كنتشوفوا لاحظوا دائما كنخدم والصباغة لا زالت لم تنشف بعد وأنا كنخدم دائما كنحاول ندعم اللون يعني كنضيف اللون الأبيض لأن اللون الأبيض مع الألوان الغامقة ما كيت تدمش بطريقة سهلة خصو دائما واحد الكمية كتكون كبر من اللون الغامق وخصوصا هنا اللون الأحمر يعني كيقضي على اللون الأبيض من ناحية القوة لذلك خصني ضروري ندعم اللون الأبيض لاحظوا دائما كنعطي اللون الأحمر باش يعطيني يعني فراش ثم كيبال لي فن غادي نوضع اللون الأبيض بطريقة مدمجة كيف ما كتشوفوا ثم أوضيف اللون الأبيض من جديد وهذه عملية أولى كنبدأ لأن دعم اللون والطريقة الأخيرة اللي غادي ندعم فيها اللون غادي نفيني بها اللون غادي تبان في الأخير مني غادي نكون نفيني في اللوحة ديالي بطريقة سهلة دائما نفس الطريقة كنعمق اللون الداخل وكندفع باللون إلى آخر كل ورقة من الورقات دي الوردة وأضع اللون الأبيض باش نحافظ على درجة الضوء ومستوى الضوء والاتجاه ديال الضوء لأن مني كان نعطي الإضاءة في جانب كتبان كيبان الشكل على أنه حقيقي وما فيش أغلاط يعني عندي اتجاه واحد في الإضاءة في الوردة الجوانب فقط دائما نفس الطريقة وبنفس الفرشات اللون الأحمر الغامق كندفع به نحو الخارج لاحظت وكان بداما العمق وكان دفع به نحو الخارج وكان خلي واحد يعني واحد المساحة قليلة اللي كانوضع فيها اللون الأبيض لاحظوا اللون الأبيض دائما كيتتدمج ما دامت السباغة يعني مشتغلة السباغة كتتشتغل معايا في الفرشات اللون الأبيض كيتتدمج مع مع العمل لاحظوا كانعود ندمج هنا اللون وكانضيف اللون دعم اللون الأبيض نفس طريقة وكيف ما قلت أعيد وأكرر بالنسبة لصباغة الزيت يعني ما غتلقوش فيها الصعوبة لأن صباغة الزيت ما كتتنشفش ضغير غتلقوش هولا في طريقة الإدماج من دل ناحية اللي غدي مثلا نرسم بالرسم الزيتي أو الصباغة الزيتية يعني ما غديش يلقى صعوبة وما غديش يلقى واحد يعني جهد في الدمج للصباغة لأن الصباغة الزيتية ما كتتنشفش ضغير كتتعطيكم الليون في الصباغة لذلك يعني وما كنسحكم شو حتات الدول وبالنسبة المبتدئين الدول الصباغة الزيتية لأن الصباغة الزيتية صعيبة في رسمه عندها مقتضيات دياله وعندها شوية التعقيدات لذلك نصحكم باش ترسمو بالصباغة الأكريليك او الكاوتشو كيف ما كتلاحظو يعني فقط الشرط الوحيد هو ان الصباغة ما تنشفش تكونوا خدامين بالصباغة ما تنشفش باش تدمجوا الالوان بسهولة وتستعملوا هالطريقة اللي استعملت انا في هاد الفيديو سنزيد ندعم اللون الابيض كيف ما قلت يعني سنعطي اللون الابيض على الجوانب لأظهر الاضاءة اكتر بالنفس الفرشات احبابي دائما على رؤوس اوراق الوردة سنحط اللون الابيض كيف ما كتشوفوا احبابي وكندمجوا يعني كنحاول ما امكان ندخلوا في اللون الاحمر بكيفية خفيفة وبسلاسة لاحظوا واحتاج دربات ديال اللون الابيض كتعطيني اضاءة الورقة وكتشكل لي البعد التولاتي في الوردة وكتساعدني باش يبال لي المنظر ديال الوردة وفين خاصني ندير الاضاءة وفين خاصني ندير الضل نحضوا وكنمشي خطوة بخطوة احبابي كل ورقة على حدة كنمشي الورقة التانية بنفس الطريقة يعني كنحط اللون الابيض ثم ادمجوه بكيفية سالسة يعني ما كنبالغش في الادماج ضربات خفيفة كيف ما كتشوفوا احبابي ضربة خفيفة اللي غتعطيني الموتيف وتعطيني الشكل ديال يعني العراجات وتكعيبات الوردة كيف ما كتشوفوا لان التحديدات كتكون في الورود وفي الظهور لاحظوا الفرق ما بين اللونين لان اللون الابيض واللون الوردي واللون الاحمر كونو حد تولاتي معادلة ما كيف ما كتشوفوا احبابي يعني هاد طريقة ديال تدرج اللوني كتعطيكم وحد الجمالية في اللون كيبان تدرج جميل وعندو وحد الرونق في الشكل لاحظوا دائما بجرات خفيفة بدون مبالغة ضربات خفيفة احبابي وكنسترسل دائما في المنظر بهالطريقة لاحظوا ضربات خفيفة وهكذا حتى انسى لي كل الوردة على حيدة وللاحظوا اللون الابيض رعطاء الوردة وحد الشكل يعني ابتداء من بعد غادي نبدأ ان شاء الله نفيني في الضربة الديولي باضافة الوان اخرى مثل البني لاحظوا دائما الجوانب اللي كتبان فيها الاضاءة كنحاول ما امكن نعمق فيها اللون او ندعم فيها اللون اكتر لاحظوا اوراق خاصة تبان من الداخل تبان على شكل مضيء بش يعطيني دائما البعد تولاتي لا لاحظوا اللون كيف يفعلوا فعله ثم ابدأ باللون البني في تعميق اللون وفي البحث عن الوان ضل بديت باللون الاضاءة باش نعطي لوحة عنوان او نعطي للوردة عنوان ثم ابدأ باللون البني اللي غيعطيني الشكل النهائي ديال الوردة وغيعطيني البعد تولاتي ديال الوردة لاحظوا دائما من نفس الزاوية اللي انطالقت منهم فاللون الاحمر غادي نطالق باللون البني ولكن بكيفية اقل يعني ديك المساحة اللي طليت فيها طالق الاحمر غاديش نديرها كلها غادي ندير واحد الجزء نعم جزء قليل من اللون البني تحت كيعطي تدرج وكيعطي واحد يعني ظلمة وعمق في اللون كيبيل لتحديدات ديال كل الورقة على حيدة وبنفس الفرشات احبابي ما كنغيرش الفرشات لاحظوا الزاوية اللي فيهم الضل بطريقة محددة وجميلة دائما كيف ما كتشوفو وكنحاول احتصي باغا يعني نستعملها خفيفة يعني ما كنهش بالنسبة للفرشات ما كنهش واحد الكمية كبيرة باش يعطيني مثلا عمق في اللون اكتر يكفي انني نعطي واحد الكمية قليلة في اللون وغادي نقطر الوردة كاكل الشكل العام ديال الوردة غا نقطره باللون البني لانني ذات الخلفية بيضاء كيف ما كتشوفو والجوانب ديال الوردة هي بيضاء لذلك الجوانب ديال الوردة اغلبتهم ما بانوش مع اللون البيض لذلك غادي ندير خلفية بنية باش تبان يعني اه المعالم ديال الوردة بشكل يعني اه بعد تولاتي بشكل واقعي كيف ما كتشوفو لان هاد الخلفية او هاد الخطوط اللي كنستعمل الان كتا تعتبر بمثابة خلفية مؤقتة للوردة لاحظو الشكل ديال الخط خطوط رقيقة وبامكاني مثلا نزيد الحجم او السمك ديال الخط ولكن انا بغيت هاد السمك فقط لانني بغيت نحافظ على جمالية الوردة لاحظو كيفاش كيبان الخط الابيض مع الخلفية الخط البني مع الخلفية البيضاء كيف ما كتشوفو يعني غاي يعطي الشكل النهائي للوردة وغادي يبين الشكل والعناصر ديال الوردة ككل بخط بني احبابي كنحاول ما امكن ان اضطر الوردة من جميع الجوانب ديالها حتى تظهر ثم اضيف بعض ضربات اللي اللون البني من الجوانب اللي فيهم اللون غامق هنا وهنا لاحظو بضربات خفيفة كما قلت ويعني بدون كمية كبيرة السباغة ثم ابدأ في رسم جدع الوردة الراقيق بخليط من اللون الاسود واللون الاخضر ابدأوا في رسم اوراق الوردة من التحت لاحظو الاوراق اللي كتكون تحت الوردة طريقة ديال التأطير بالفرشات كالعادة بنفس اللون اللي هيئت باش رسم الاوراق ديال الوردة كيف ما كتشوفو يعني اللون الاخضر واللون الاسود مع دعم لللون الاخضر وزيادة لللون الازرق في اللون يعني ما كنعطيش اللون اسود قاتل مئة في المئة ولكن خاليط من اللون الاسود واللون الاخضر هيئة اللون ضلغا بدأ في اللون الاضاءة نفس اللون اللي خدمت في العمر كان زيد عليه اللون الابيض واللون اسفر واللون الاخضر باش يعطيني هاد اللون الاخضر ولاحظو الجوانب اللي كنحدد فيها اللون يعني ما كنعممش اللون على سائر يعني العناصر ديال الاوراق يعني كنضرب في الجانب الايصر او الايمن من حيث كين الضوء غادي نخدم اللون او غادي نحط اللون الاخضر يعني البلاصة اللي كتبان فيها الاضاءة كنحط فيها اللون لاحظو لربات خفيفة باللون الاخضر يعني بالطريقة خفيفة ما يعني ما كنبالغش في وضع اللون دربات خفيفة فقط يعني باش نحافظ على الاضاءة ديال كل ورقة من الورقات ديال الوردة كيف ما كتشوفو دائما الجوانب اللي غا تعطيني الاضاءة وكنزيد يعني نقص من حدة اللون باضافة اللون الاصفر والابيض ليعطيني اضاءة اكتر ويعطيني شكل واقعي كيف ما كتشوفو احبابي بهكذا يكون الدرس ديال اليوم قد انتهى كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من هذه الحلقة ونويتوا باش تنطالقوا في رسم ورود مثل هذه الوردة لان العملية سهلة والطريقة باش خدمت لكم سهلة ما تنسوش دائما دعم القناة مشاهدة وإلى حلقة مقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته